المصر هي الدولة الوحيدة من خارج تجمع وسط أوروبا هي الموجودة في هذا الاجتماع وهذا تقدير لمصر بشكل كبير جدا لأنه لم يسبق أن تم دعوة زعيم أو زعماء أو دول في هذا التجمع إلا سلسة دول ألمانيا الدول الأوروبية الوحيدة التي دعيت لحضور هذا المؤتمر أو هذا التجمع فيشكراد واليابان والدولة الثالثة هي مصر فهذا بيعكس اهتمام دول وسط أوروبا في تجمع فيشكراد اللي بيضم بين جنباته الماجر وبولندا وسوليفاكيا والشيك أربع دول أوروبية مهمة في وسط أوروبا هي الدول التي تجمعت خلال الفترة الماضية قبل أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ب13 سنة انضمت في هذا التجمع العسكري السياسي الثقافي الاقتصادي وبعد صدور بيان داتشين التجمع ب13 سنة تم انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي هذا التجمع تجمع له الكثير من الأمور الاقتصادية والتحول السريع والعاجل من مرحلة ما قبل انهيار ألمانيا وإعادة الألمانياتين مرة أخرى في مرحلة الصراع بين الفكر الشرقي والفكر الاشتراكي والفكر الرئاسمالي كانت هذه الدول تمثل صمام أمان في هذه المنطقة خلاصة القول أنه أوروبا الوسطى الماجر وبولندا والسلوفاكيا والتشيك التجمع اللي بيجمعهم اسمه فيشجراد فيشجراد دي منطقة أو مدينة في شمال العاصمة المجرية بودابست موجودة على الطرف الغربي من نهر الدنوب نهر الدنوب اللي هو نهر العواصم اللي بيمر بعشر عواصم أوروبية وهذه المدينة هي التي استقبلت أول اجتماع يوم 15 فبراير 1991 في شمال بودابست الضفة اليمنى لنهر الدنوب زي ما قلت لحضراتكم طيب مصر إيه علاقتها بهذا التجمع؟ يعني التجمع ده هميته في إيه؟ خلينا أقول عشان الأمور تبقى بسيطة التجمع لأربع دول عدد سكانهم أربعة حالة أربعة وخمسة وستين مليون ناسما أقول خمسة وستين مليون الناتج المحلي الإجمالي لهذا التجمع برماته يصل إلى تمانية فوق تمانية تريليون دولار تمانية تريليون دولار دول الناتج المحلي الإجمالي للأربع دول مجتمع يعني معنى الكلام اللي أنا بقوله من النحاة الاقتصادية رقم مهم جدا سواء في الناتج المحل الإجمالي بتنتجه الأربع دول أو عدد السكان طب أنا هو الناتج المحل الإجمالي بتاعهم أنا هاخد منهم طبعا لا طب عدد السكان أنا هستفيد منهم إيه العلاقات الاقتصادية بين مصر وبين هذا التجمع يمكن أن يبنى عليه مدى استفادتنا من هذا التجمع يمكن أن يكون بشكل متسارع خلال رحلة القادمة عندنا مشروعات نقدر نغري الإسماعات من هذا التجمع يجونا خاصة في منطق خرانة سويس ومنطقة ساحل الشمالي إلى آخر وأيضا سوق أربعة وستين مليون ده سوق واعد لكن وجودهم وجود هذه الدول على الخريطة الأوروبية في هذا المكان ده مهم بالنسبة لنا من النحية السياسية والاستراتيجية بشكل كبير وأعتقد في تقديري وفي تقديرات السياسة المصرية وصنعها هو ده الأهم في هذا التوقيت الأهم أنه هذه الدول بوضعها في الخريطة ياريت جبالي أبراهيم بوضع هذه الدول في الخريطة بتمثل رقم في منظومة الأمن القومي بشكل عام للمنطقة هم يهمهم إيه مني هم عايزين إيه من مصر شمعنا مصر المهتمين بيها لأنه مصر تاني بقول الكلام اللي هو كلكم عارفينه أن مصر دولة محورية في المنطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق المتوسط ومنطقة العربية كلها هتلاقي القاسم المشترك الأساسي أو عمود للارتكاز هو مصر فبالتالي هم بيهمهم موضوع الهجرة غير الشرعية مش عايز هجرة غير الشرعية تجيله أنا معنديش هجرة مصرية إلى الدول الأوروبية أنا عندي هجرة أفريقية وغيره عبر الأراضي المصرية ويقفت تماماً خلال السنوات الماضية ما فيش مركب واحد خرجت من مصر ده قضية مشتركة قاضية الإرهاب قضية مشتركة قاضية غياب الدولة الوطنية قضية مشتركة يعني فيه قواسم مشتركة بين مصر وبين هذا التجمع فيش جراد خلال الفترة الحالية ربما بيتعاظم أو بيتسارع ضرورة الجلوس والتفاهم على كثير من الفترة الرئيس راح الرئيس السيسي راح إلى بودابست علشان يحضر مؤتمر تجمع دول الفيش جراد اللي هم الأربعة اللي قلت راح أضارك عليهم اللي هم عارض سكانهم 65 اللي هم ناتج المحل الجميل بتاعهم 8 تريليون